اشتركوا في القناة في طريقهم إلى المجر عبر سرويا كان حلمهم الوصول إلى المجر ودول أوروبية أخرى ولكن اللاجئين لم يتوقعوا ما حدث بعد ذلك ليونارد دويل المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة بعد رحلة منهكة ومحفوفة بالمخاطر وجد اللاجئون أنفسهم أمام حدود مغلقة مما بدد آملهم البعض فقدوا حياتهم وأخرون فقدوا لويهان نوسيقى وفي هذه الأثناء تتوصل فصول المأساة التي يعيشها والملايين في سوريا في الوقت الذي تحدد فيه الحكومات الأجنبية مصيرهم